رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومرة تانية بنصبح عليكم والحقيقة صعود الطيرات الإسلامية بكل أشكالها إذا كنا بنتكلم عن الإخوان إذا كنا بنتكلم عن السلفيين مش بس عن الإخوان الحقيقة يمكن ده أكتر شغل شاغل دلوقتي في الشارع المصري الناس كلها بتتكلم عن ده فيه ناس ضد فيه ناس معه اتفقنا أو اختلفنا فهي حاجة لازم نتكلم فيها وهي واقع حاصل شفنا مؤشر الصعود بشكل كبير جدا للطيرات الإسلامية في المرحلة الأولى بكرة هنبدأ المرحلة التانية اللي هيحصل كمان التوقعات ناس كتير جدا قلقانة ناس كتير مش فارق معها ناس كتير مبسوطة جدا بصعود الطيرات الإسلامية الحقيقة النهاردة هنتكلم مع الأستاذ الكاتب الصحة فيه عبدالقادر شهيب عن كتابه الإخوان فيه الحكم فرصة العمر ويمكن ده يخلينا نتكلم معاه أكتر عن توقعاته وعن أحكامه على كل اللي بيحصل دلوقتي صباح الخير السيد عبدالقادر صباح نور أهلا بحضرتك معنا النهاردة أهلا بك ويمكن حضرتك كنت من أول الناس اللي متوقع أو اللي توقعت صعود الطيرات الإسلامية وتحديدا الإخوان في المرحلة الأولى ده صحيح حضرتك كنت متوقع ده ليه؟ المتوقع ده نتيجة لقراءة الواقع الواقع المصري أولا ده أول مرة تتاح للإخوان فرصة الوصول إلى الحكم منذ أكثر من 80 عام ربما تكون قتيحت لهم ربع فرصة أو تمن فرصة في الخمسينات بعد نجاح حركة الضباط الأحرار والتي تحولت إلى ثورة فيما بعد وعرض عليهم أنهم يشاركوا في الحكومة بتلت وزراء لكنهم اختلفوا مع جمال عبدالناصر ورفضوا المشاركة في الحكومة لأنهم أصروا على تسمية هم الوزراء وكانوا عندهم رغبة في أن كل القوانين اللي موجودة في التي تناقشها الحكومة وقرارتها تعرض الأول عليهم ياخدوا الضباط الأحرار ياخدوا موافقة عليها فطبعا ده رفضوا جمال عبدالناصر وتحول منذ هذا الرفض تحولت العلاقة ما بين الإخوان وما بين الضباط الأحرار إلى علاقة صدام وانتهت هذه الفرصة تماما الآن بعد نجاح صورة 25 يناير في إسقاط النظام السابق أصبحت لديهم فرصة حقيقية لأنه أصبح هناك انتخابات الانتخابات هتتم بشكل نظيف هما لديهم رغم كل ما تعرضوا لهم المطاردات وملاحقات أمنية وسجون ومعتقلات ومصادرات للأموال لكن لهم كيان تنظيمي قوي ولهم تواجد في وسط الناس والجماهير فكان من الطبيع أن يستثمروا هذا الكيان التنظيمي القوي يستثمروا إمكانياتهم المالية الضخمة والكبيرة يستثمروا تواجدهم في وسط الناس في أنهم يحققوا نتيجة مناسبة ومعقولة في الانتخابات البرلمانية والحقيقة طول الفترة اللي فاتت تعاملت أكتر من دراسة واستطلاع رأي على عينات عشوائية في داخل مصر وأنا اللي اهتمت به الحقيقة ثلاث استطلاعات رأي أمريكية على وجه التحديد في استطلاع رأي للمعهد الجمهوري استطلاع رأي للمعهد الديمقراطي واستطلاع رأي لإحدى الجامعات الأمريكية التلاتة توقعوا أن الأخوان سوف يحققوا الكتلة البرلمانية الأكبر ربما يعني يبقى فيه التفاوض في تقديرات النسب ما بين دراسة وأخرى وتفاوض ما بين اللي توقعوا والذي حدث في المرحلة الأولى لكنهم في النهاية جوهر النتيجة أنهم كانوا بيتوقعوا أن الأخوان هيحققوا فوز مناسب ويوصلوا لأنهم يبقى لديهم الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان استنادا كمان لمسألة مهمة جدا وبيترحها الأخوان أنت مصر دي جربت كل الجميع جربت الحكم الليبرالي والقومي وتعاون اليساريين مع القوميين طيب ما تجربوا الطيار الإسلامي وحتى كان شعارهم يعني يكاد يكون اللي احنا بنردده دايما بشكل لطيف بنا وبين بعض دربونا تجدوا ما يصركم فهو ده كانوا ترحيلوا قرأوا الاستفتاء قراءة أنا تقديري نعم الصحيح ودي اللي زودت ثقتهم في نفسهم وزودت إصرارهم على الإمساك بالفرصة اللي أطيحت ليهم للوصول إلى السلطة والتواجد في البرلمان بشكل مهيمن عليه لأن هم تصوروا أن الذي راح زهب إلى الاستفتاء وقادل بصوته وقال نعم للتعديلات الدستورية أنه بيصوت عليهم مش بيصوت على فكرة الاستقرار والإسراع بتسليم السلطة ولا الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة فده استثمروا ده في أنه أصبحوا أكثر ثقة في نفسهم أكثر إصرارا على استثمار هذه الفرصة وأكثر نشاطا في الشارع يعني في الوقت اللي كان فيه المنافسين السياسيين مجغولين بالفضائيات هنا وهنا والمناظرات والندوات النخبوية البحثة هم كانوا بيشتغلوا على الأرض في الشوارع والأذقة في الحواري في العشوائيات في القرى في النجوع وأنا لا أنسى أحد كوادر الإخوان قال لي دعهم يتحدثون كما يتحدثون مهم إحنا بنعمل إيه؟ إحنا اللي وصلنا أنابيب البتجاز للناس المحتاجات إحنا اللي بنعمل قواف الطبية ونقدم العلاج بالمجان إحنا اللي حمينا مقارات السنوية العامة أثناء الامتحانات فإحنا اللي بنعمل أشياء تجلب لنا أصوات مش مهم بقى هم بيقولوا إيه؟ وده الحقيقة أعتقد الخطأ الذي وقع فيه المنافس السياسيين في الفترة اللي فاتت الشهور الحقيقة رغم أنه كل الناس سيد عبدالقادر مقتنعة أو عارف حتى اللي مش مقتنعة عارف أنه هم أكتر طيار سياسي منظم هم أكتر طيار سياسي كان بيشتغل منذ سنوات ولكن برضو في نظرية المؤامرة وهي أنه دايما بيقال أنه في صفقة حصلة ما بين الطيارات الإسلامية وتحديدا حزب الحرية والعدالة أو اللي بيمثل في الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري حدرتك شايف أنه فعلا في صفقة؟ ولا حدرتك شايف أنه يعني إحنا بنعلق كسل طيارات تانية على حاجات تانية؟ ربما يكون الحقيقة الاستنتاج لحضرتك توصلت لي بس أنا أعتقد أن المسألة مختلفة تماما من الصفقة أنها نوع من التعامل البراجماتي من الطرفين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن الإخوان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما تسلم مسؤولية إدارة شؤون البلاد القوة المنظمة الوحيدة اللي كانت موجودة على الأرض غير قوة شباب الصورة كان هم الإخوان شباب الصور حتى قوة موجودة كانت في الميادين ولكنها ليست منظمة ملهاش شكل تنظيمي الإخوان غير كده لهم شكل تنظيمي لهم فعليات لهم قدرة حقيقية موجودة في الشارع فكان من الطبيعي أنه يراعي هذه القوة وهو بيتعامل معه فضلا عن أن الإخوان بزكاءهم التكتيكي قدموا السبت عشان يلاقوا الحد فتعاملوا مع المجلس الأعلى بالطريقة اللي تعاملوا بيها في 52 مع الضباط الأحرار منهم دعموهم وأيدوهم وكانوا بيتصدوا حتى للدفاع عنهم في مواجهة أي انتقادات أخرى فأنا لما لاقي حد بقى بيدفع عنه وبيحاول يقدم لي الحماية أنا بالتأكيد مش هخش في صدام معاه فده اللي عملوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإن كان في هذا الصياق حدثت اتخذ قرار تشكيل اللجنة اللي عملت التعديلات الدسترية وغلب على هذه اللجنة وجود الطيار الديني ولم يمثل فيها الطيارات السياسية الأخرى وممكن يكون ده الحقيقة أول شيء يعني وصلنا لعدم وجود التوازن في إدارة المرحلة الانتقالية إلى الجانب الآخر الإخوان كانوا عايزين يستفيدوا من تجربتهم اللي حصلت في 52 ما يخشوش في صدام مبكر مع القوة الحقيقية اللي موجودة على الأرض اللي في مواجهتهم ده هي القوات المسلحة لأنها ده القوة التي حامت الثورة وهي اللي لديها بالفعل أساسيات تقدر تفرض واقع على الأرض فالصدام مع هذه القوة في هذا التوقيت المبكر كان يخليهم يفقدوا الكثير ويهدر فرصتهم للوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات البرلمانية فقرروا أنهم يتعاملوا بشكل زكي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمام ولكن تفادي هذا الصدام هل ده معناه أنه ممكن يكون فيه صفقة؟ لا تفادي الصدام لا يعني هم تفاديوا الصدام ولكن ما كانت فيه أي هم اتصرفوا بشكل سياسي من وجهة نظرهم ناجح ومن وجهة نظر المراكبين ناجح بالفعل لكن ده لو تشوف حضرتك في مش بس الأسابيع الأخيرة من قبل الأسابيع الأخيرة الشهور القليلة القدابة ثلاث شهور الأخيرة تقريبا بوادر بداية الصدام بدأت وأعتقد أنها بدأ يعني وصلت لزروتها في رفض ورقة السلمي وطوجت أخيرا بالانسحاب من المجلس الاستشاري والتقديري أن المعركة قادمة حول الدستور الجديد وصياغة الدستور الجديد والمعركة على عكس ما قد يتصور البعض أنها هتتركز حوالين هوية الدولة المصرية لا ده هتتركز حوالين طبيعة النظام السياسي الموجود الإخوان وصلوا للسلطة أو هيوصلوا للسلطة عن طريق إيه؟ عن طريق الانتخابات البرلمانية فيهمهم أن يكون البرلمان له دور كبير في المواجهة رئيس الجمهورية فهيعظموا سلطات البرلمان وهيقللوا سلطات رئيس الجمهورية فأعتقد هو ده النقاش والجدل القادم هي ده النقفة اللي تهمهم اللي يهمهم ويهمهم أيضا أن تكون المؤسسة العسكرية مش تحت إشراف رئيس الجمهورية ولكن تحت رقابة البرلمان اللي هو في إيديهم اللي هيبقى في إيديهم كما يخططوا وكما نجحوا في المرحلة الأولى من الانتخابات ترجمة نانسي قنقر